السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جديد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمل اللقاء حينما يكونوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفظ وشرح الأربعين أنواوية حديث يروي سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة احفظ الحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه الإمام البخاري ومسلم حديث متفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن دام المسلم لا يحل ولا يحل إلا لولي الأمر يعني لو إن واحد عادي مش ولي أمر ولي أمر هو القائم بتنفيذ الحد أو إقامة الشريعة أو تنفيذ الحدود لا يحل دام مريء المسلم أن لو حضرتك لقيت حد بيعمل شيء من الثلاث حاجات اللي في الحالة دي بيكون الإنسان ده يستوجب إقامة حد عليه تمام وشفت الإنسان ده بيعمل شيء هل لك أن أنت تفعل الأمر أو تقيم عليه حد طبعا لا إقامة الحد أو تطبيق سواء كان الشريعة أو القانون هذا أمر ولي الأمر الأمر ده مختص فيه ولي الأمر إن لا يحل دام مريء المسلم إلا بإحدى ثلاث بيستوجب في الحالة دي عقوبة والعقوبة في هذا الأمر بتكون القتل بتكون الايه؟ القتل تلت أشياء دولا هي جرائم كبرى وهي من كبائر الذنوب أول شيء الثيب الزاني هو زنا بس الشخص اللي زنا ده له الأمر إن هو ثيب ثيب يعني متزوج يعني واحد زنا وهو متزوج هذا معنى كلمة الايه؟ الثيب الزاني ويأخذ الشقين يأخذ الرجل ويأخذ الايه؟ المرأة تمام؟ والأمر ده بيكون شديد وحكم شديد لأن الإنسان الذي لم يتزوج بخلاف المتزوج فإن المتزوج عنده الحلال عنده زوجته فلما يروح وهو متزوج يزني فاستوجب أن يكون العقوبة شديدة تمام؟ لأن الزاني غير المحصن اللي هو غير المتزوج يعني بيجلد كام؟ مئة جلدة تمام؟ فهذا هو عقوبة الثيب الزاني النفس بالنفس النفس بالنفس معناها القتل واحد قتل إنسان فعقوبته القتل استوجب في ذلك أن يقتل بهذا الإنسان الذي قتله وده أيضا كبيرة من الكبائر وهي كبيرة قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والتارك لدينه المفارق للجماعة التارك لدينه اللي هو الإنسان الذي ارتد عن الدين التارك لدين المفارق للجماعة يعني جماعة المسلمين ساب الإسلام وخرج من الإسلام مرتدا وعلموا أن مسألة الردة هي أيضا موجودة في الشرائع وموجودة قبل الإسلام يعني في الشرائع التي قبلنا وما زالت الآن موجودة أي ديانة أو أي نحلة أو أي مذهب أو أي شيء من هذا اللي موجود الآن إن إنسان أراد أنه يخرج منه بيستوجب أنهما بيقتله هذا الأمر أيضا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والتارك لدينه المفارق للجماعة وهذا حكم من؟ حكم الذي ارتد وخرج عن الإسلام فلا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم معنا اليوم إن شاء الله نلتقي على خير في درس قادم وفي حديث آخر أسأل الله الكريم أن نجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكريم على حوضه فنسق من يدي شربة لا نظم بعدها أبدا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته